طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة مهمة جدا حلقة حنستعرض فيها مع بعض المراجعة النهائية الجزء الاول في مادة امراض النبات المقررة على جميع التخصصات نركز مع بعض في الحلقة حلقة مهمة جدا لان احنا جايبن لكم فيها معظم الاسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات العوام السابقة وايضا جايبن لكم معانا اجابة لأسئلة كتاب الوزارة وطبعا انتوا عارفين انه اي مادة من المواد اللي انتوا بتدرسوها لازم في نهاية كل وحدة تركز على الاسئلة اللي بتغطي او التقويم اللي بيغطي الوحدة دي وتعرف الاجابة على كل سؤال لانه لن يخلو امتحان اخر العام من الاسئلة التي تم ادرجها في كتاب الوزارة باذن الله فنركز مع بعض تجيبوا بقى حاجة تكتبوا فيها وان شاء الله اي نوت ستكتبوا فيها لأسئلة اللي هي ما سمعتوهاش قبل كده ونركز مع بعض علشان ناخد اكبر عدد او اكبر كمية ممكن فيه الجزء الاول من المراجعة النهاردة باذن الله علشان خاطر يبقى بقيلنا جزء تاني يبقى كده عملنا زي ما عملنا في مادة الافات الزراعية اخدناها المراجعة على حلقتين ان شاء الله نحاول بقدر الامكان نعمل لكم ايضا المراجعة في امراض النبات على حلقتين ونغطي كل الاجزاء في المنهج تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم ونركز مع بعض في الحلقة باذن الله المراجعة النهائية في مادة امراض النبات اول سؤال عندنا السؤال الاول بقولك اجب عن الاسئلة الاتية السؤال الاول قعد كتابة العبارات الاتية فيك راسة اجابتك ثم اكمل بما تراه مناسبا مما بين الاقواص المسبب لمرض العفن الاسود في البصل طبعا هو فطر وطبعا انا عايزكو لما اقولك المسبب لمرض كذا يبقى انت لو فطر تبقى عارف هو فطر بيضي ولا فطر اسقي ولا زيجي ولا ناقص طبعا احنا خدنا ستة انواع من الفطريات في المنهج اللازجة البيضية الزيجية الاسقية والبازدية والناقصة فانت لازم تكون عارف ترتيب او كل مجموعة من الفطريات دي ايه هي الامراض اللي انا درستها التابعة لها علشان ممكن اتسئل سؤال بعد كده في الامراض اللي هتجي لها اللي هو فطر الناقص ولا فطر بيضي ولا فطر اسقي طبعا هو هنا عايز منك ان انت تذكر كلمة فطر فقط نمرة اتنين الطور اللاجنسي ركز بها في كلمة جنسي ولا جنسي طبعا انا قلت لكم كلمة جنسي يبقى باسم الفطر ما عدا نوع واحد بس اللي هو الفطريات الناقصة لم يعرف لها طور تقاصر جنسي عشان كده كنا بناخد فيها سؤال عالي في الامتحان فبقول لك هنا ايه الطور اللاجنسي في الفطريات الناقصة هو الجراسيم طبعا الفطريات الناقصة هي والفطريات الاسقية بتشترك فيه ان الطور اللاجنسي بها اللي هو الجراسيم الكونيدية نمرة ثلاثة المسبب لمرض التبركش في الفول طبعا تبركش على طول وانت مغامض هل هو بكتيريا ولا نماتودة ولا فيروس طبعا هو فيروس المسبب لمرض التدهور السريع في الموالح هل هو فيروس ولا بكتيريا ولا فيطرة طبعا هو فيروس بس انا عايز انتباهكم لنقطة مهمة جدا بتتخبطوا فيها انا عندي تدهور بطيء وعندي في الموالح وعندي تدهور سريع لما يقولك التدهور البطيء في الموالح يبقى المسبب ديني ما تيضى الموالح على طول لما يقولك التدهور السريع يبقى المسبب فيروسات برضو في حاجة بتتخبطوا فيها لو تصمغ الموالح وتصمغ الحلويات تصمغ المسبب فطر بيضي بينما تصمغ الحلويات المسبب العطش الفيسيولوجي برضو في حاجة برضو بتتخبطوا فيها القلب الاجوف والقلب الاسود القلب الاجوف زيادة الرأي والتسميد الناتروجيني والقلب الاسود اللي هو سوق التهوية في المخازن في حاجات كده متشابهة انتوا تربطوا بينهم برضو التباقع البن في الفول وصدق الفول صدق الفول ده فطر بازيدي والتباقع البن في الفول ده فطر ناقص تعالوا ناخد الجزئية اللي بعد كده نمرة خمسة المسبب لمرض تصمغ الحلويات هل هو العطش الفيسيولوجي ولا البكتيريا ولا الفطر طبعا هو العطش الفيسيولوجي برضو في سؤال برضو مهم جدا عندما تقصر سلاميات الساق وتتقارب العقد وتأخذ شكل الورد فإن ذلك يسمى مرض طبعا خدناها اللي هو مرض التورد في الموز اللي هو تورد القمة في الموز نمرة اثنين ظهور مناطق صفراء بتتبادل مع مناطق خضراء على نفس العضو النباتي نتيجة خلل في تكوين وتوزيع مادة الكلوروفيل هو التورد ولا التشوه ولا التبركش طبعا هو التبركش نمرة ثلاثة النباتات التي لا تظهر عليها اي اثر للمرض رغم تعرضها لظروف ملامة الانتشار هذا المرض هي النباتات طبعا لا تتأثر ولا تظهر يبادل نباتات المنيعة من قبل ما شوف الخيارات المنيعة ولا مقاومة ولا قابلة للاصابة يبادل نباتات المنيعة نمرة اربعة مقاومة النباتات للمرض بواسطة مراكبات كيموية قد تتواجد داخل الخلايا او تتكون مع حدوث الاصابة تسمى مقاومة تركيبية ولا كيموية ولا كيمو حيوية طبعا تسمى مقاومة كيمو حيوية نمرة خمسة تطبيق الحجر الزراعي من طرق المقاومة انتوا جاوبوا بقى من طرق المقاومة الزراعية ولا الكيموية ولا التشريعية طبعا من طرق المقاومة التشريعية النقطة اللي بعد كده بقولك للامراض النباتية خسائر عديدة تسبب اضرارا كثيرة اذكر فقط الخسائر الغير مباشرة التي تسببها الامراض النباتية اول حاجة انا عايز بس اقول لكم على حاجة الخسائر المباشرة والغير مباشرة الخسائر المباشرة حتتعلق بالنبات المصاب او المنتج بتاعه المنتج بتاعه قد يكون منتج مخزن في المخازن او في الاسواق بالنسبة للخسائر الغير مباشرة فهي عبارة عن المبالغ النقدية التي تم فقدها نتيجة الاصابة بالمسبب المرضي فلابد ان تبدأ اي جملة من الجمل بماد او بكلمة تكاليف تكاليف لازم تبدأها بكل من تكاليف تكاليف المقاومة تكاليف حجر الزراعة تكاليف التفتيش الحقلي كل الجمل لازم تبدأ عندك بكلمة تكاليف اول حاجة عندنا تكاليف مقاومة الامراض نمرة اثنين تكاليف التفتيش على المزارع والحقول لحصر ومتابعة الامراض رقم ثلاثة تكاليف مقاومة وازالة العوائل غير الهم اقتصاديا زي الحشاش زي العوائل المتبادلة ايا كانت نمرة اربعة تكاليف الحجر الزراعي لمنع دخول وخروج النباتات المصابة من مكان مصاب الى مكان سليم نمرة خمسة تكاليف الابحاث التي تجرى للتوصل الى افضل الطرق لمكافحة الامراض طبعا دي بتتم بواسط مراكز الابحاث والعلماء وطبعا مراكز الابحاث والعلماء بيتقاضوا فيها مبالغ طائلة فدي تعتبر تكاليف بتحمل الفطورة النهائية على مين على المزارع نمرة ستة تكاليف الابحاث العلمية التي تجرى للحصول على اصناف وهجن مقاومة للامراض يبقى انت عندك ست خسار مباشرة لازم تذكرهم في الخسار الغير مباشرة لازم تذكرهم في السؤال السؤال الثاني بقولك اكمل العبارات الاتية تعتمد المقاومة نقط على استخدام بعض الاحياء طبعا استخدام الاحياء الدقيقة يبدأ المقاومة البيولوجية من قبل ما نشوف الاجابة لتكون بفعل مضاد لنمو ايه اللي عندنا المشكلة في الطفائليات وخاصتنا التي تعيش مسببتها فين في الطرقة تعالوا نشوف الاجابة ايه الاجابة زي ما احنا قلنا بالظبط نمرة اتنين العائل الثاني لمسبب مرض صدق الساق الاسود في القمح هو نبات نقاط العائل الثاني هي شطار مع بعض نبات البريباري بينما المسبب ليه الصدق البرتقالي هو نبات طبعا هو نبات السلكترام ونقوله بالمرأة الايجابة فيه العائل بتاع صدق الاسود غير معروف الايجابة هو نبات البريباري ونبات السلكترام في سؤال طبعا بيجي دايما في اخر السنة اللي هو علل لماياتي نمرة واحد تسمية الفطريات المسببة لامراض التفحم بهذا الاسم هنقول له نظرا لان هذه الفطريات تكون كتلا جرسومية سوداء اللون على الاجزاء المصابة من النبات العائل تشبه الفحم والكتل الجرسومية اولاد لو قالك برضو ليه بتتكون كتلا الجرسومية هتقول له نتيجة لتكون الجرسوم التليتية وهي بتكون سوداء اللون السؤال نمرة اتنين في علل رأي محصول قصب السكر رأي خفيفة عند انخفاض درجة الحرارة الاجابة لكي يمكن تخفيف حدوث او حدة السقيع عند انخفاض درجة الحرارة واحتمال حدوث السقيع نمرة ثلاثة تعريض نبات القمح الشتوي للبرد الشديد او الرش بالاحماض الامينية طبعا هتستغربوا كلكم السؤال ده بس السؤال ده موجود في الكتاب لانه ده تعتبر تطبيقات عملية على استحساس المقاومة في النبات او بنقول عليها المقاومة المستحسة الاجابة لانه ذلك يفيد في مقاومة العفان والنيماتو ده نمرة اربعة معاملة نبات الطماطم بمادة البيون مادة البيون بعمل بها نبات الطماطم علشان اقاوم مرض اسمه مرض تجاعد اوراق الطماطم الفيروسي وايضا لمقاومة بعض انواع الفطريات السؤال اللي بعد كده بقول لك عرف كل مما يأتي اول حاجة المرض النباتي طيب عن احنا خدنا المرض النباتي في اول حلقة خالص وكنا مع بعض بنشرح بالتفصيل فاحنا نقوله بسرعة وانت الجزئية اللي مش هنقولها بالتفصيل هنا في الاسئلة لان دي مراجعة نهية فانت هترجع لها على اليوتيوب في الحلقات السابقة المرض النباتي كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويودي ذلك الى نقص في المحصول اهو تعالوا نشوفه مع بعض كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويودي ذلك الى نقص في المحصول تعريف التاني الانثراكنوز هو عبارة عن بقع من انسجة ميتة مبعصرة في الانسجة النباتي والمثال اللي عندي انسراكنوز مار الموز طبعا كان ضمن العراض اللي احنا درسناها في الحلقة الاولى من حلقات في بيتنا مدرسة في العراض اللي هي بتشمل التغير في شكل وحجم العضاء النباتي الفيروسات طبعا حديث الساعة كلمة لاتينية معناها السم وهو عبارة عن كيانات هو ما هواش كان حي بالمعنى المتعارف عليه هي عبارة عن كيانات دقيقة جدا ممرضة متطفلة تطفلا داخليا واجباريا وليس لها تركيب خلوي وغير قادرة على النمو والانقسام بمفردها ويمكن رؤيتها بالميكروسكوب الالكتروني كل الجزئيات اللي في التعريف قد تتعرض لها لأسئلة تعالي اللي يقولك لا يمكن تنمية الفيروسات على باعة صناعية هتقوله لان هي اجبارية التطفل صح وغلط يمكن رؤية الفيروسات بالميكروسكوب الضوء العادي غلط هي بالميكروسكوب الالكتروني كل الأسئلة اللي تتوقعها ممكن تطلع لك من التعريف اللي احنا لسه مستعرضينه مع بعض ركيزوا معي عزائي الطلبة والطالبات مادة الأمراض من المواد المهمة جدا وما ينفعش حضرتك تكون مهندس زراعي قد الدنيا وما تعرفش تشخص المرض النباتي سواء كان في الحقل او في المخزن او حتى في المعارض التسوقية المرض النباتي مهم جدا لانه بيحقق او بيسبب خسائر مباشرة وغير مباشرة لمختلف انواع المحاصيل وحتى ايضا المسببات المرضية قد تؤدي الى احداث الامراض بالنسبة للانسان وطبعا اللي بيشخصها الدكتور البشري او الطبيب في سؤال بييجي طبعا بجزئية كده عن طريق اعراض الاصابة انت بتحدد اسم المرض والمسبب وتذكر طرق المكافة يقولك عند زيارتك لمزرعة موالح عند زيارتك لمزرعة المدرسة سواء كانت مزرعة بمحصول القمح او الارز او 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 فانت من خلال اعراض الاصابة اللي هو بيذكره لك في السؤال انت بتجاوب على اسئلة اللي حنستعرضها من ابعض تعالوا نشوف اول جزئية من الجزئيات دي اثناء ذهابك لمزرعة المدرسة وجدت بها سمار طماطم خضراء عليها بقع صفراء مبيضة على طول طماطم خضراء وعليها بقع بيضة او صفراء يبقى دي لسعة سمار الطماطم او لسعة سمار الشمس في الطماطم اذكر المرض وطرق المكافة هو اسم المرض لسعة السمار في الطماطم والمكافة اول حاجة وقاية النباتات من الامراض التي تؤدي الى تساقط الاوراق طب ايه المشكلة ان الاوراق تساقط ما هي يا ولاد الاوراق دي هي اللي بتعمل تزليل تزليل للسمارة وابتقيها من اشعة الشمس الايه المباشرة فاي قافة او اي مرض هيؤدي الى تساقط الاوراق لازم ان انا اكافحه وبالتالي بحافظ على الورقة اللي بتعمل عملية تزليل للسمارة نمرة اتنين تغطيط عروش النباتات بقش الارز بطبعا ده برضو بيعمل عندي عملية تزليل سؤال تاني صح ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة او علامة خطأ امام العبارات الخطأة طبعا كلكم بتحبوا النوعية دي من الاسئلة نمرة واحد بتنتمي الفطريات اللازجة الى قسم الفطريات الهلامية طبعا انتوا اللي هجاوبة انا مش هوريكوا الاجابة الا بعد ما نذكر السؤال اللي جامع اللي عندنا طبعا اجابة صحيحة نمرة اتنين فطريات البادل الزغبي هي فطريات اجبارية التطفل يمكن تنميتها على بيئة صناعية طبعا يمكن دي غلطية لا يمكن تنميتها يبقى لما يجيب لك جزئية صحة في السؤال ودائما بتلاقي فيه نفي او بتلاقي فيه جزء خطأ فانت بتتمشي وراء الاجابة متوقع انه هتجاوب الجملة كلها هتبقى صحة فبتجاوب بسرعة لا تانى ويقرأ السؤال كويس جدا وما تجاوبش الا بعد ما تكون متأكد من انه اجابتك دي هي الاجابة النموذجية او الاجابة الصحيحة طبعا الاجابة خاطئة نمرة ثلاثة الفيتوبلازمة كائنات حية يتكون جسمها من خلية واحدة ولها جدار خلوي هو بقى بيعمل لك هنا ايه زي عامل زي اللي بيدس السم في العسل هو ادلك جزئية صحة في السؤال وادلك بعديها جزئية خطأ اللي وهو هي او جسمها متكون من خلية واحدة ولكن ليس لها جدار خلوي يبقى الاجابة خاطئة النقطة اللي بعد كده وجود المركبات السامة للطفاليات داخل انسجة النبات من وسائل المقاومة التركيبية مركبات سامة يبقى دي مش مقاومة تركيبية دي مقاومة كيمو حيوية اعزاء الطلبة والطلبات يبقى الاجابة انتوا جابوا بقى يبقى الاجابة خطأ استخدام المضادات الحيوية والمطاهرات الفطرية بتعتبر من وسائل المقاومة الكيموية طبعا اجابة صحيحة نمر الثلاثة من وسائل المقافحة الزراعية لامراض النبات استخدام التسميد الجيد والتخلص من الحشائش طبعا اجابة بديهية والاجابة صحيحة في سؤال تاني بيجيلكم بقولك ايه تصنف الفطريات التفايلية الى تفايليات غير متخصصة وتفايليات متخصصة في اصابتها طب عايز ايه من السؤال بقولك كارن بين الطفايليات الطفايليات الغير متخصصة والطفايليات المتخصصة كلمة متخصصة يعني بتصيب نبات واقع او نوع واحد من النباتات او عدة انواع من نفس الايه الصنف او من نفس السلالة انما الغير متخصصة متعددة العوائل زي ما احنا بنقول بتصيب اي عائل نباتي امامها تعالوا نشوف المقارنة مع بعض الطفايليات الغير متخصصة هي التي تصيب عدة عوائل مختلفة اي انها لا تختص بالتطفل على عائل واحد اما الطفايليات المتخصصة فبتصيب لا تصيب العائل واحد او عدة عوائل من جنس واحد او تكون مختصة باصابة نباتات فصيلة نباتية خاصة السؤال اللي بعد كده اذكر المسبب المرضي لكل مرض من الامراض الاتية طبعا ان شاء الله يعني في الامتحان اللي هو بعد ايام حيجي لك السؤال بنفس النص كده اذكر المسبب المرضي الذي يسبب الامراض الاتية حيدي لك بقى عدة امراض من اللي احنا درسناهم وانت بس تذكر اسم المسبب سواء كان مسببات طفايلية او غير طفايلية اللي احنا بنقول عليها حية وغير حية او بنقول عليها معدية او غير معدية كل الاسامي انما انت وقلنا فيه المسببات الطفايلية بتشمل الفطريات بانواعها البكتيريا الفيتو بازمة الفيروسات النماتودة النباتات الزهرية المتطفلة العشنات التحاء كل دي بتبقى عندي مساببات حية طب المسببات الغير حية قلنا العوامل الجوية اللي هي درجة الحرارة والستقيع والرياح وكل او نسببات حية بقى اني بقى عندي او نسببات حية العامل دي وايضا اضرار الملوحة اضرار سوء استعمال المبيدات اضرار سوء التهوية في المخازن اضرار زيانة كمية الرأي او نقص كمية الماء كل دي بتبقى اعراض اصابة فيسيولوجية موت الباديرات طبعا المسبب اللي عندي فطر ايه بيضي لو كتبت في الامتحان فطر بس برضو اجابتك صح التاني اتدارون التاجي في الحلويات والعنب على طول وانت مغمض يبقى ده مرض بكتيري يبقى المسبب بكتيري تلاتة البياض الدقيقي في القرعيات طبعا اي بياض دقيقي اي بياض زغبي يبقى المسبب فطر بينما البياض الزغبي المسبب فيه بيكون فطر بيضي بينما البياض الدقيقي المسبب بيكون فطر اسكي يبقى هنا المسبب فطر قوباء الموالح وانت مغمض ده فيروس يبقى المسبب فيروس البياض الدقيقي في الخوق هو هو نفس البيض الدقيق في القرائيات باختلاف العائل يبقى اللي فوق كان فطر يبقى هنا برضو المسبب ايه المسبب فطر في سؤال بيجي في الامتحان يقولك بما تفسر هي فيها شبه من سؤال علل اتباع دورة زراعية مناسبة يساهم في الوقاية من الامراض النباتية تعرفين ان الدورة الزراعية بتؤدي الى موت كثير من المسببات وخصوصا المسببات اللي موجود الامراض اللي موجود مسبباتها في التربة هنقوله لان بتؤدي الى غياب عوائل المسببات التي تتغذى عليها مما يؤدي الى موت كثير من المسببات نمرة اتنين تحسين التهوية في المخازن عند تخزين السمار بها ليه ان انا لازم اعمل عملية تهوية جيدة للمخازن الاجابة لان نسوء التهوية في المخازن يساعد على انتشار كثير من امراض العفن في السمار والقلب الاسود في البطاطس برضو سؤال بعد كده بما تفسر رش المجموع الخضري لنبات الخيار بمركب اسمه مركب بوسفات سنائي البوتاسيوم طبعا دي برضو كان خدناها في جزء بتاع المكافحة المستحسة او المقاومة المستحسة لانه ذلك يحس النباتات على مقاومة مرض البياض الدقيق السؤال اللي بعد كده اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الاتية بدل ما هيقول لك اعرف هيجيب لك التعريف وحضرتك تكتب المصطلح العلمي يعني هتكتب كلمة او كلمتين او تلاتة بحد ايه اقصر نمره واحد تجمع الهيفات الفطرية لتكوين اجسام صلبة اول ما تعرف هيفات فطرية اجسام صلبة من غير ما يكمل على طول ده هتبقى الاجسام الحجرية بتختلف في الشكل والحجم وتعتبر وسائل فعالة في انتشار الفطريات المتطفلة لتحملها الظروف البيئة الغير ملامة يبقى دي على طول الاجسام الحجرية زي ما قلت من شوية تهدل نمره اتنين تهدل وانحناء النباتات التي تعاني من خلل في التوازن المائي فتظهر الاجسام النباتية زابلة وتتكرمش الاوراق والقمم النامية وتلتف الاوراق حول نفسها ومنهم نوعان مؤقت ودام يبقى على طول الزبور نمره ثلاثة تركيب مدمج يتكون من هيفات فطرية متدخلة مع بعضها البعض وتوجد تحت او على سطح العال مباشرة يبقى دي الوساد الهايفية وده طبعا كانت من العلامات المرضية الستة اللي احنا درسناهم ايه هما افكركم بيهم اول حاجة الغزل الفطري الوساد الهايفية الكوائمة الكندية الاجسام الحجرية الجزر او اعضاء الامتصاص كل دي كانت من العلامات المرضية الخاصة بالمسببات المرضية الفطرية وقلنا العلامات المرضية يعني ايه التركيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وبتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض السؤال اللي بعد كده برضو مصطلح علمي الامراض التي تصيب جزء معين من النبات مثل الجزور او الاوراق او السمار جزء معين يبقى على طول دي الامراض الموضعية النمره اللي بعد كده مركبات كيموية بتفرزها الكائنات الحية وبعض النباتات الراقية ولها تأثير سام على المسببات المرضية طبعا دي مضادات الايه الحيوي النمره اللي بعد كده المقاومة التي تظهر بعد الحقن المسبق للنباتات بالعوامل الحيوية او المعاملة بالعوامل الفيزيائية او الكيموية لدفع النبات الى تكوين المواد المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الاصابة وقد تكون مكتسبة او جهازية من اسمها دفع يبقى دي استحساس وتكوين المركبات يبقى مقاومة يبقى دي على طول المقاومة المستحسة فيه سؤال بعد كده يقولك قعد كتابة العبارات الاغتية فيه كراسة اجابتك ثم اكمل بما تراه مناسبا مما بين القوسين اول حاجة استخدام فطريات التضاد لمقاومة الامراض النباتية تعتبر من الطرق ايه في المقاومة والطرق البيولوجية هي زراعية بيولوجية كيموية هي طبعا الطرق البيولوجية مرة اتنين المسبب لمرض التفحم المغطى في الشعير اي تفحم اي اصداء يبقى فطر يبقى زيدي وانت مغمض يبقى ده فيروس ولا بكتيريا ولا فطر يبقى هو فطر بيعتبر التسميد الملائم لمقاومة الامراض النباتية من طرق المقاومة تسميد يبقى على طول ده مقاومة زراعية يبقى تشرعية ولا زراعية ولا كيموية مقاومة زراعية السؤال اللي بعد كده بقولك توجد طرق عديدة لتشخيص المرض النباتي اذكر فقط اهم الطرق المستخدمة في تشخيص المرض النباتي واحنا خدناها في تاني حلقة من حلقات برنامجنا في بيتنا مدرسة اول حاجة المشاهدة والفحص الظاهري اتنين استخدام النباتات الكشافة ثلاثة استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي اربعة استخدام طرق التشخيص الكيموية خمسة التشخيص بالميكروسكوب الالكتروني طبعا قلتلكوا الميكروسكوب الالكتروني بيستخدم فيه تشخيص الامراض الفيروسية وايضا الفايتوبلازمة ستة الاختبارات السيرولوجية سبعة الاستشعار عن بعد تمانية اختبارات التكنولوجيا الحيوية التي تعتمد على استخدام الاحماض النووية او بنقول عليها الديني برضو فيه سؤال تاني بقولك قعد كتابة العبارات الاتية في كراسة الاجابة ثم اكمل بما تراه مناسبا رقم واحد بيعتبر الحجر الزراعي من اهم الطرق نقط لمقاومة الامراض طبعا من اهم الطرق التشريعية ومنه نوعان حجر زراعي نقط وحجر زراعي نقط حجر زراعي خارجي وحجر زراعي داخلي نمرة اتنين تطفل الحامول على البرسيم هو تطفل نقط بينما العدار على القصب او الزراع الرفيعة تطفل نقط طبعا تطفل كامل والعدار تطفل ناقص السؤال اللي بعد كده سؤال علل اول نقطة في سؤال سؤال علل واحد ظهور روائح كريهة في حالة الاصابة بمرض العفن الطري لسمار الفاكهة الاجابة نتيجة لنمو كائنات حية اخرى مترممة اتنين استخدام بعض المضادات الحيوية ضد بعض الامراض البكتيرية التي تصيب النباتات اعطى نتائج جيدة الاجابة لانه المضادات الحيوية بتمتص بتمتص جهازيا داخل النباتات ويوفر لها الحماية من البكتيريا الممرضة والانسلة اللي عندي كتير جدا زي مركبات اوكسي تترا سايكيلين او استريبتو ميسين او البنسلين نمرة ثلاثة تسمى الامراض الطفيلية بالامراض المعدية هنقوله لانها بتنتج او بتنتج عن الاصابة بكائنات حية مرضية ولها القدرة على الانتقال من مكان مصاب الى مكان سليم واصابته عن طريق وسائل الانتشار المعروفة او عن طريق الانتقال الذاتي داخل النبات النمرة اللي بعد كده رقم اربعة تسمى الامراض البيئية بالامراض الغير معدية او بنقول عليها الامراض الفيسيولوجية الاجابة لانها بتنتج عن نتيجة تأثير عامل او اكثر من العوامل البيئية الغير مناسبة مثل زيادة او قلة ماء الري او زيادة او انخفاض مستوى الماء الارضي او درجة الحرارة او نقص العناصر الغذائية نمرة خمسة بينصح بنقع تقاوي القمح في الماء العادي لمدة اربع ساعات ثم غمرها في الماء الساخن على درجة حرارة اتنين وخمسين درجة موية لمدة عشر دقائق قبل الزراعة طبعا انا هشرحلكوا بس بسرعة الجزئية دي عشان ايه تفهموها قبل ما تكونوا حوزنها طبعا انا عندي تقاوي قمح بزرعها فلازم اعمل لها عملية تنقية او قتل للمسبب المرض الموجود فيها اللي هو مايسيليم الفطر الساكن داخل حبوب القمح فبعمل ايه بجيب التقاوي اللي عندي وبحطها في ماء عادي يعني على درجة حرارة عادية لمدة اربع ساعات رطوبة العالية بتنشط مايسيليم الفطر للنمو فبيبدأ ينمو وبعد ذلك باخد التقاوي دي بعد الاربع ساعات احطها في ماء درجة حرارته 52 درجة موية لمدة 10 دقائق ده بيؤدي الى قتل مايسيليم الفطر وبالتالي بتخلص من مصادر العدوى اللي موجودة بالحبوب المصابة وخلي بالكو العملية دي بتؤدي الى تقليل الاصابة بنسبة كبيرة جدا ولكن لابد ان يكون القائم باجراء العملية زو خبرة عالية لانه زيادة درجة الحرارة عن الدرجة المكتوبة اللي هي 52 او زيادة المدة اللي هي 10 دقائق عن المدة المعينة دي يؤدي الى موت جنين الحبة وبالتالي انت بتعمل خسارة مزدوجة لان انت هتيجي تزرع الحبوب الميتة او الحبوب اللي تم معاملاتها بماء ساخن على درجة اعلى او مدة اطول لا تنبت لانه مات الجنين اللي جواه وبالتالي بتضطر الى اعادة عملية الزراعة وزيادة التكاليف وبالتالي تحقيق خسال غير مباشرة تعالوا نشوف الاجابة مع بعض لتنشيط الميسيليم الساكن داخل الحبة والغمر في الماء الساخن يؤدي الى قتل المسبب المرضي اللي هو لمرض التفاحم السائب في القمة في سؤال بيقولك لماذا توصف دورة حياة امراض الاصداء بانها دورة حياة طويلة ومعقدة الاجابة لانه تمر بخمس اطوار مختلفة الباكني ثم طور الاسيدي ثم طور اليوريدي ثم طور تليتي ثم في النهاية اللي هو طور البازيدي تعالوا ناخد السؤال اللي بعد كده عرف كل مما يأتي اول تعريف عندنا اللي هو تعريف ظاهرة التخصص الفيسيولوجي في فطريات الاصداء الظاهرة دي اولاد توجد في فطريات الاصداء معناها معناها انه لكل فطر من فطريات الاصداء بتوجد منه سلالات عديدة متشابهة ولا ده بعض هذه السلالات القدرة على اصابة صنف او مجموعة من الاصناف الاعراض المرضية زي ما احنا اخذناها في اول حلقة تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي بتكون ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المصاب نمرة ثلاثة النماتودة او بنقول عليها الديدان الصعبانية طبعا كلكم حفظون التعريف عبارة عن حيوانات مايكروسكوبية دوديتي المظهر بيطلق عليها احيانا اسم الديدان الصعبانية وبيوجد معظمها في التربة حول جزور النباتات وتؤثر تأثيرا مرضيا على نمو تلك النباتات وانتاجيتها برضو نوع تاني من الاسئلة يقولك عند زيارتك لحق لقمح وجدت اوراقه عليها بصرات ذات لون اصفر منفصلة عن بعضها البعض وموزعة في صفوف او خطوط طولية متوازية بين عروق الورقة اذكر اسم المرض وكذلك طرق المكافحة لهذا المرض طبعا انتم عارفين بقولك بصرات ذات لون اصفر وبيضية ومتوازية يبقى على طول ده الصدى لايه الاصفر او بنور علي الصدى المخطط في القمح عايز المسبب طبعا فطر بازيدي والمكافحة زراعة اصناف مقاومة مثل صنف سخة واحد وستين اتنين التبكير في الزراعة تلاتة الاعتدال في الري والتسميد الازوتي اربعة الرش بالمطهرات الفطرية المناسبة سؤال في الامتحان بالطرقة دي يبقى على طول الاجابة خطأ لانه هو من دي لك جزئية صح وجزئية خطأ نمر اتنين الحيوانات والطيور والانسان اهم وسيلة من وسائل انتشار لامراض النباتية طبعا اجابة صحيحة نمر اتلاتة اتباع دورة زراعية مناسبة لا تناسب مكافحة مرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم طبعا اجابة خطأ ده هي مناسبة جدا في سؤال دايما يجي في الامتحان من خلال دراستك لاصداء القمح السلاسة اللي هي صدق الساق الاسود في القمح والصدق الاصفر وصدق الاوراق امنون عليه الصدق البرتقالي قارن بين اصداء القمح السلاسة من حيث مظهر الاصابة والبصارات ولون البصارات انا عامل لكم مقارنة هنا في جدول مظهر البصارات في الصدق الاصفر بتكون مستطيلة ومبعصرة بدون نظام قد تتحد وتكون خطوط متوسطة الطول وموازية للمحور في حالة الصدق الاصفر البصارات بتكون باضية وطولها حوالي مليمتر وبتوجد منفصلة دائما ومرتبة في خطوط طولية ومتوازية في حالة صدق الاوراق بصارات مستديرة اكبر من بصارات الصدق الاصفر ومبعصرة بدون نظام وبتظهر حولها هالة صفراء بهتة احيانا طيب لون البصارات في حالة الصدق الاسود بيكون لونها احمر اللي هي الجراسيم اليوريدية في حالة الصدق الاصفر من اسمها بيكون لونها اصفر وفي حالة صدق الاوراق الجراسيم اليوريدية بيكون لونها برتقالي طبعا لو أقول لكم كمان اذكر العائل التاني صدق السق الاسود بيكون العائل التاني اللي هو نبات البريبري صدق الاصفر غير معروف وصدق البرتقالي نبات السلكترا جزئية تانية اللي هو اذكر المسبب المرضي لكل من الامراض الاتية وقلت لكم ده لازم يجي منه سؤال في الامتحان اول جزئية عندنا ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية طبعا ده فطر لازج اتنين التحرن العنيد في الموالح هو مرض واحد خدناه في الفيتو بلازمة والاسبيرو بلازمة قلنا في الفيتو بلازمة المرض اللي بتسببه اسفرار العنب بينما التحرن العنيد في الموالح هو اللي بتسببه الاسبيرو بلازمة وقلنا دي كائنات حية دقيقة جسمها بيتكون من خلية واحدة عديمة الجدار الخلوي يبقى التحرن العنيد في الموالح المسبب الاسبيرو بلازمة رقم ثلاثة العفن الجاف في لوز القطن العفن الجاف على طول وانت مغمض يبقى ده فطر طب فطر يا ولاد فطر زيدي نمر أربعة العفن الحلقي في البطاطس عفن الطري في البطاطس العفن الحلقي في البطاطس المسبب بكتريا الندوة المبكرة في البطاطس والطماطق طبعا أنا عندي نوعين من الندوة ندوة متأخرة وندوة مبكرة الندوة المتأخرة قلنا المسبب بتاحها فطر بيضي بينما الندوة المبكرة المسبب بتاحها فطر من الفطريات الناقصة في سؤال بقى مهم بيجي في الامتحان بما تفسر هو شبه علل يقولك واحد لابد من الاستمرار في استنباط اصناف جديدة مقاومة للصدق لابد من الاستمرار في اصناف جديدة مقاومة للصدق ليه كل شوية لازم انتج صنف مقاوم للصدق الاجابة نظرا لاحتمال ظهور سلالات جديدة نتيجة لظاهرة تباين المايسيليم في فطريات الاصدق وحدوث تهجين بين السلالات الفيسيرودية الممجودة بها يبقى ظهور تباين المايسيليم بتؤدي لظهور سلالات جديدة من فطريات الاصدق وبالتالي لغد من انتاج سلالات او استنباط اصناف جديدة مقاومة لهذا المرض نمرة اتنين نقع تقاوي القمح قبل زراعتها في ماء ساخن لسا وغدنا من شوية على درجة حرارة عشر لمدة اتنين وخمسين على درجة حرارة اتنين وخمسين لمدة عشر دقائق الاجابة لكي نقضي على مايسيليم الفطر الساكن داخل الحبة والمسبب لمرض التفاحم الساب في القمح السؤال اللي بعد كده اذكر اسم المرض في حالة ظهور العراض الاتية برضو ده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان رقم واحد انتفاخات كروية او مغزلية بتشبه السولجان على جزور وقواعد السيقان في نباتات العائلة الصليبية طبعا انتفاخات بتشبه الاصابع وبتكون كروية او مغزلية وفي العائلة الصليبية يبقى دورهم الجزر الصولجاني في العائلة الصليبية تعفن القلف عند قاعدة جزع الاشجار بالقرب من سطح التربة ويكون مصحوب بافرازات صمغية في منطقة الاصابة على طول ان يبدأ تصمغ الموالح نمره اللي بعد كده قعد كتابة العبارات الاتية فيك راسة اجابتك ثم اكمل بما تراه مناسبا مما بين الاقواس المسبب لمرض البيض الزغبي فيه الخاص فطر من الفطريات طبعا الفطرات البيضية بيضية ولا اسكية ولا نقصة هو بيضية اتنين مرض تبرقش الاوراق في الموالح ناتج عن نقص عنصر نقط او طبعا نقص عنصر الزنك انا عندي ثلاث امراض في العناصر دي المرض الاول بنقول على الموت الاطراف او اجزنزيمة الموالح ده عنصر النحاس المرض اللي معنا ده اللي هو تبرقش الاوراق في الموالح ده نقص عنصر الزنك واصفرار اوراق الكميترا ده المسبب بتاعه نقص عنصر الحديد والثلاث امراض اللي عندي دول بعالجهم ان انا اعمل عملية تسميد سواء كان سماد ورقي او سماد كيماوي في التربة وبالتالي بنسد النقص في هذا العنصر وبتزول الاعراض المرضية عند زيادة في نسبة العنصر النقص تلاتة مرض التبقع المني في الفول بيسببه فطر من الفطريات لسه انها اللي هلكم من شوية التبقع المني يبقى ده على طول فطر نقص فطريات البازيدية ولا الاسكية ولا الناقصة يبقى على طول ده من الفطريات الناقصة السؤال اللي بعد كده لدراسة علم امراض النبات اهمية كبيرة في حياتنا فبماذا يختص هذا العلم او بماذا يختص علم امراض النبات الاجابة بيختص علم امراض النبات بدراسة النبات المريض ومنتجاته اثناء النقل والتخزين والتسويق من حيث المسبب المرضي والاعراض والوقاية والعلاج يبقى انا عندي علم امراض النبات والعلم الذي يختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجاته اثناء النقل والتخزين والتسويق من حيث المسبب المرضي والاعراض والوقاية والعلاج بقول لك السؤال اللي بعد كده عبارة عن سؤال اكمل الفطريات كائنات حية تخلو اجسامها من مادة نواط مادة هي ولاد مادة الكولوروفيل فهي لا تجهز غذائها بنفسها بل تعتمد على غيرها من الكائنات الحية او الكائنات الميتة في تجهيز غذائها السؤال اللي بعد كده نمرة اثنين فطريات اختيارية الترمم هي فطريات نواط هي اصلا فطريات متطفلة ولكن يمكنها ان تتغذى على المواد في حالة غياب العائل المواد العضوية طبعا يبقى هي فطريات اصلا متطفلة ولما بيغيب عنها العائل اللي هو الكائنات الحي بتلجأ الى التغذية على المواد العضوية الميتة في سؤال اللي علل بقى بيجي لنا دايما اللي هو نمرة واحد تسمية فطريات الاصداء بهذا الاسم الاجابة لان اعراض الاصابة بتظهر على هيئة بثرات لونها بيكون بني محمر بتشبه صدق الحديد نمرة اثنين في حالة اصابة النباتات بالبياض الزغبي بيجب جمع الاوراق والاجزاء المصابة واعدامها طبعا ده الاجابة للقضاء على ما بها من جراسيم جنسية بيضية لانها بتكون المسؤولة عن نقل الاصابة الى النبات في العام المقبل او في العام التالي السؤال اللي بعد كده بقولك عرف عرف ايه اول نقطة عندنا الامراض الجهازية او بنقول عليها الامراض الكيانية الامراض الجهازية يعني هي تلك الامراض التي تصيب النبات باكمله كما في حالة الاصابة بامراض الزغبول والامراض الفيروسية نمرة اثنين التسقيب عبارة عن ايه عبارة عن وجود سقوب في العضو النباتي المصاب نتيجة لسقوط الجزء السليم وده كنا اخذناها في الاعراض المرضية اللي هي موت الخلايا والانسجة البكتيريا كائنات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة والبكتيريا بتكون لها اشكال مختلفة كرو وعصى وحلزوني والشكل العصى والقصير هو اكثر الانواع اللي بيتسبب امراض للنبات السؤال اللي بعد كده اذا قمت بزيارة لمزرعة المدرسة وجدت بها سنابل قمح تحولت جميع مكوناتها الى كتل من الجرسيم السوداء ولا يتبقى من السنبولة الا محورها اذكر اسم المرض وكذلك طرق المكافحة لهذا طبعا لا تبقى من السنبولة الا محورها يبقى ده تفحم الساب في القمح وطرق المكافحة زراعة اصناف مقاومة زراعة تقاوي سليمة جمع السنابل المصابة واعدامها العلاج بالماء الساخن على درجة حرارة 52 درجة موية لمدة 10 دقائق ومعاملة التقاوي بالمطاهرات الفطرية المناسبة بكده عزاء الطلبة والطلبات نكون خدنا الجزء الاول من المراجعة النهائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على امل ان التقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته